مش هيديك زي ما كان جاي عشر بن شرق ده انا سنة 2016 ولا و 17 لما بكبه لعب النادي الاهلي فاكر قلتولهم ده لازم ييجي مصر سواء اهلي او زمالك اللعيف ده لازم ييجي مصر واخد بالك مش مهم ييجي فين بس المهم اللي احنا نشوف لعيف زي ده في الدوري بتاعنا هو كينو لما جيه بيراملز ايه رأيك كان عامل ايه في الدوري صحيح فاحنا عايزين نشوف مش مهم النادي المهم من ييجي يلعب في الدور يرفع قيمته يبع عندنا لعيبة بجد طب انت بتقول على لعيبة عند 29 سنة ان هو واقع ازاي كبتنية لسه قدامه ده لسه قدامه الماتور فوت خلاله 6-7 سنين انت مش بهم كنت تجيب عربية جديدة لانجل بعد سنتين تفوت صح بس هو مقارس هناك في الدور بتاعه عشان كده فوت هم عارف ان هو فوت فسقوا مع العقل انك مصرحات انت بتشبيهات غريبة جدا هو لو واقف على رجل وكان جالك ربنا اداني لا هو لما ميش لما ميش من سنتين بس يجي دعيب ممكن يركب في دوري وفرقة وما يركبش في فرقة ودوري تاني طيب هو كان جاي من قبل ما ييجي كان جاي من فرنسا وبعد كده راح الدور السعودي 6 شهور صح لا سمعت عنه في فرنسا ولا سمعت عنه في الدور السعودي فنادي الزمالك جابه قصر الدنيا طيب ووقف على رجله وعمل اسم لما الاندية جاتله قاعد معك جري عالجنيه عالدولار مش الجنيه جري عالدولار لما وقع عايز رجعلك تاني وللأسف الناس اللي هنا غلابة عايزين نجيبه عشان نسكت الجبعير عشان تبقى صفقة جمهارية والمصحف يا حبيبي ما هو لما كان وقف على رجلك انا بصت رجلك عشان تقعد والجدد ورجال اعمال قالوله ان ادفعلك مليون دولار على الفلوس اللي تاخده من الناد الزمالك وهو ما وفقش وهو ما وفقش انا لو منهم ما رجعوش تاني لاني مش عشان عشان المستوى مش عشان ان هو سابني ومشي لا دا حقه وده فلوس هياخده من هناك وما فيش لا تأخير ولا هيكلوا عليه ضفعة ولا ضفعتين ولا يدخلوه في محاكم واخد بلد فمشي حقه بس لما ييجي قائس مستوى الاول يا فاروق مع انت قبل ما ييجي باربع مطشاط الدوري انتهي في المكان اللي هو كان فيه كان بلعب فين في جزيرة في القطري الجزيرة اعمارات تسخوا مع العقد لي ولو كان فيه خير ما كان رمطير هو لو كان ماشي معهم كويس ريانة القطري ماشي لو كان ماشي كويس ما هو قبل كده ريانة القطري ما هو قبل كده ماشي من الفرق اللي انت قلت عليها اللي كان في الامارات وراح ريانة القطري لما وقع خالص خلاص بقى هو بقى راجع بقى يرمي بلعنا على اي نادي طيب في الاخ انت ضد رحيل زيزو والله لا رحيل زيزو رحيل زيزو رحيل زيزو ده الاخر عشان لا اسمعني بس رحيل زيزو ده لو انت هتاخد الفلوس وبجيب اربع خمس صفقات الكلام دوت من يناير اللي فات من يناير اللي فات وتعقدت مع الاربع خمس صفقات دولت اقولك لا يمشي زيزو طالما جيب اربع مكانه صوبر ما عنديش مشكلة انما انت دلوقتي لو مشيت زيزو هتعتمد على مين مهاب ياسر لسه عازم اتشار محمد عاطف لسه عازم اتشار متيابة انتو عايزين تمشيوه مش كبالة راجل يعني قطر خيره متيابة خلاص خلاص فاسخ العاد ماشي مما انت هتعتمد على مين في الحتة دي ما انا بقولك هو كام واحد في اتنين اللي هم مهاب ياسر ومحمد عاطف لسه صغيرين مش صغيرين يعني لازم ياخدوا موتشات كتيرة عشان انه هم يوقف على هم لعيبة كويسة بس هل انت هتشوف حد من دول على زيزو هو بلا مش هينفع فزيزو في الحتة دي وبعد كده شكبالة ديكم بلا اللعيب لو عايز بقى كنت رغبته ما هو السنة الجاي بقى هيقولك خلاص ماشي انا معكمل معاك خلاص كمل السنة وخلاص مع السلامة بس انت ابني بقى يعني انت في السنة دي تقدر بقى جيب اربع خمس لعيبة يشروك انما انت دلوقتي مفيش شروك هتاخد من زيزو كرة ايه هتاخد من زيزو كرة اه هاخد منه لان هو لازم يبقى مستقى كويس عشان الاندية تجري ورا زي ما بتجري ورا دلوقتي انما هو